اشتركوا في القناة وخيالة وحملة مشاعر الحرس الملكية باهتمام ألف المتفرجين على جنبات أهم شوارع مدينة المضيق انطلاقا من الإقامة الملكية وإلى غاية شارع للنزها وصولا إلى ساحة الكورنيش حيث رفقت موكب المشاعل نغامات عسكرية وأخرى من ريبرتور الأنشيد والأغاني الوطنية الحماسية التي تؤرخ لفترات المجيدة من تاريخ المملكة عجبني بزاف بزاف أنا زعما أول مرة كنحضر لهذه الشيئة أنا عدد العمز جيت سكنت هنا أول مرة كنحضر نعجبني بزاف بزاف صراحة الله فرحت والله ينصر سيدنا أول مرة كنتشوفه نحن فرحانين بزاف نحن فرحانين بزاف وتشير مزيون العرض كوش مزيون الحمد لله شكرا عايش سيدنا واستمتع الجمهور الذي لم يفوت الفرصة لتخليد هذه اللحظات التي لا تنسى بلوحة فنية من أداء عناصر الحرس الملكية انطلقت بعروض بديعة للتحكم في البنادق ثم الشروع في تكوين تشكيلات دقيقة عبارة عن مربعات وأسهم ودوائر متداخلة ثم تشكيل النجمة الخماسية قبل رسم لوحة تعاش الملك لتختتم التشكيلة الفنية بشعار المملكة الخالد الله الوطن الملك إثر ذلك قام حملة المشاعل ببذلتهم التقليدية بعزف النشيد الوطني قبل أن تزيد جمالية هذا الحفل من خلال التنصيق الضائع والمتوازن في حركتهم في انتجام تم بين الحركات الاستعراضية والإقاعات الموسيقية بدل المناسبة الجليلة لعيد العرش المجيد كانت تقدموا بأحر تهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصر والله وحنا جينا من الأقالي من جانوبيا لأول مرة كانت حضروا لهذه السعرات الجميل وشكرا إلى ذلك تم تنظيم الطوافي بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة في العام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع المدينة على وقع نغامات الموسيقى العسكرية وفق نظام ثابت لم يعرف أي تغيير منذ ذلك التاريخ باستثناء تجديد تشكيل بعض اللوحات الفنية الاستعراضية ومنذ العام 1993 أصبح الطواف بالمشاعر يختتم بعروض بالسلاح حيث تشكل موسيقى ومشاة الحرس الملكي لوحات كوريغرافية وهندسية رائعة تبرهن عن مدى التمرينات التي يقومون بها استعددا لهذه المناسبات المجيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر